ضعف وتساقط الشعر عند النساء مشكلة شائعة وهمة إذا بتحبي تعرفي كيف تعالجيها بتمنى منك بداية تتابعي معي وتعرفي الشيء الأهم والأسباب اللي خلت شعرك يصير ضعيف ويتساقط وبعدين رح نحكي عن العلاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور نوار علي وأنتو على قناة فكر طبي غذاء ودواء طبعا الشعر بتساقط بشكل طبيعي من خمسين لألف شعر يوميا وبيتجدد تلقائيا تساقط الشعر ممكن يكون سبب عوامل وراثية يعني جينية يعني مثلا عائلة عندها عوامل مؤهبة أو تربة جاهزة وطبعا الرجال ممكن يكون عندهم جينات أو مورثات للصلاع أما السيدات فعندها مورثات للضعف وتساقط الشعر وتساقط الشعر ممكن تكون أسبابه عوامل داخلية أو عوامل خارجية أو أحيانا لتنين مع بعض العوامل الخارجية مثل استخدام الصبغات السشوار كوي الشعر بالليس وربط الشعر بشكل دائم ونوع الشامبو اللي عم تستخدميه واللي ممكن يسبب أمراض لفروة الرأس واللي جلد وببعض الأحيان أمراض داخلية لأنه الجلد بيمتص أي مادة توضع عليه زيوت الشعر الطبيعي اللي بيفرزها جلد فروة رأسك انت بحاجتها لذلك لا تغسل شعرك يوميا مرة أو مرتين بالأسبوع كافي وحمام جسمك دوش بالماء بدون شامبو يوميا أيضا كافي كريمات الوجه والجسم والشعر تركيبتها كيميائية فكري دائما بهالمواد اللي رح ينتصها جلدك وفروة رأسك شو ممكن تسبب من نتائج كارثية ومصائب أقلها تساقط الشعر أما العوامل الداخلية اللي بتأدي لتساقط الشعر فهي مشاكل الغد الدرقية ممكن تكون أحد العوامل الداخلية اللي بتسبب لك تساقط شعرك وخلل باستقلاب وفيه أحيانا المشاكل الكلوية اللي ممكن يرافقها فقد بروتين وتساقط شعر أحيانا مشاكل الكبد لأنه الكبد السليم بيقوم بتطهير جسمك من السموم وبيخلي الهيموغلوبين والفيتامينات عندك بالوضع الطبيعي كمان من العوامل الداخلية مشاكل جهاز الهضم والتغذية غير الصحية لأنه شعرك عم يتغزى من طعامك اللي عم تتناوليه وممكن يكون سبب تساقط الشعر أدوية عم تتناوليها أبسطها الأسبيرين والبروفين والبراسيتامول واللي إلها تأثير سلبي على الكليو والكبد وبتسبب بالنتيجة تساقط الشعر وكمان معظم أدوية حب الشباب والأدوية الممية على الدم وخوافد الشحوم والكوليسترول وأدوية الأورام والسرطانات ومن أهم أسباب تساقط الشعر كمان الضغط النفسي الاسترس بسبب ضغوط العمل وأعباء الحياة وأعباء المنزل وبعد الحمل والولادة والإشكالات الزوجية وبعد التعرض لقريب حاد أو الإصابة بفيروس حاد الضغط النفسي يعني كورتيزول عالي رح تفرزه عندك الغدة الكذرية اللي فوق الكلية وهذا يعني سكر مرتفع ومقاومة إنسولين ورح يصير جلدك متعب وجاف وبشرتك متعبة ورح يتساقط شعرك لا سمح الله وممكن بسبب هالكورتيزول العالي تتكدس الدهون بالخاصرتين ويتعب الكبد ويتأثر عمل الغدة الدرقية ويصير فيه رعشة بالإيدين ومشاكل باللسة والأسنان وأمراض مناعية معقدة وهشاشة عظم وتساقط الشعر وممكن يكون سبب تساقط الشعر قلة شرب الماء والسوائل أو نقص البروتين الحيواني مثل اللحوم والبيض والسمك وممكن يكون نقص فيتامين دال وممكن يكون نقص الحديد أو الزينك أو نقص فيتامين بي خمسة البيوتين وصلنا لعلاج ضعف وتساقط الشعر لتتصوري أبدا أن الشامبو أو المينوكسيديل أو أي كريم معالج هو كافي لتتخلصي من ضعف وتساقط شعرك لتكون صحة شعرك ونموه وحيويته بخير عالجي جذور الشعر قبل علاج الشعر نفسه بتعدي عن تناول الزيوت النباتية المهدرجة والمعلبات والسكر لأن هذه الأغذية تسبب ضعف وتساقط الشعر بتعدي قدر الإمكان عن الضغط النفسي وعن ارتفاع الكورتيزول بسبب الضغط النفسي تناولي الدهون تناولي فيتامين دال الموجودين بالزبدة الحيوانية والأبوغادو والسمك وزيت جوز الهند تناولي فيتامين بي خمسة اللي هو البيوتين الموجود بالبيض واللحوم الحمراء والسمك والمكسرات وبشكل خاص بالجوز تناولي الزينك الموجود بالبيض والسمك وأيضا تناولي أوميغا ثري الموجود بالسمك تناولي الخضروات الغنية بالحديد وبمضادات الأكسدة مثل السبانخ والسلق والجرجير والبقدونس والخس وغيرة تناولي البروتين الحيواني اللحوم والأسماك والبيض وبحال عدم توفر هالمواد كغذاء ممكن تتناوليها كمتمم غذائي فيتامين دال زينك بيوتين أوميغا ثري تناولي أيضا الجراثيم المفيدة البروبايوتك لتحسني مناعتك وتحسني جهازك الهضمي وبالتالي تكون المعادن والفيتامينات عندك بالمستوى الطبيعي يعني شعرك يكون رائع وقوي وطويل وطبعا البروبايوتك موجود بالمخللات والمكدوس والزيتون أو تناوليها إذا بدك على شكل حبوب برو بايوتك وبنصحك بمشاهدة الفيديو السابق عن علاج الأمراض بالمضادات الحيوية الطبيعية الموجودة بالغذاء وتقوية المناعة والرابط موجود بالوصف ناولي الكارنيتين اللي بيقوي شعرك وبيزيت طوله وبيعطيه حيوية وبريق ولمعان وهو موجود بالمكسرات وبذر الكتان وبذر دوار الشمس البذر السوري وبذر اليغطين وبذور الشية وكل هالبذور غنية بالبيوتين وفيتامين بي 5 والكارنيتين والمغنيزيوم والزينك والكارنيتين موجود أيضا باللحوم الحمراء والسمك والبيض والتوم والبروكلي والزبدة الحيوانية والكارنيتين موجود أيضا كمتمم غذائي ناولي فيتامين سي واللي هو هام جدا مع الكولاجين وموجود فيتامين سي بالبرتقال والحمضيات ومفيد جدا لصحة شعرك ولما بتفكري تاخدي متممات أو مينوكسديل استشيري طبيبك لأنه آثاره الجانبية كثيرة وأهمها حب الشباب وتكيس المبايد وعدم انتظام الهرمونات وممكن كمان تستخدمي موضعيا زيت جوز الهند مساء قبل النوم حتى صباح اليوم التالي ثلاثة لأربع مرات بالأسبوع فهو مغزي رائع لجزور الشعر وأيضا بيعطيه حيوية وقوة ونمو ولمعان كل اللي حكيناه مهم لكن الأهم خلي ثقتك بالله كبيرة وثقتك بنفسك وحبي الحياة وحبي حالك وعيشي يومك بطريقة صحية محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته